ايه حكاتك مع النادي الاهلي؟ الناس اللي بتقول لك انت شكرا بفتح اهلاوي متعصب قوي ايه القصة دي او ايه الكلام ده؟ هي القصة مش قصة التعصب انت بتنتمي النادي الترسانة وبتحب نادي انا بنتمي لنادي الترسانة هو النادي الاوحد اللي انا بنتمي له نعم لكن اما مكان يقدر يقدر موهبتك ويقيمك التقييم المناسب زي نادي كبير زي النادي الاهلي فشيء طبيعي لازم تبدله نفس الشعور ونفس التقدير وان كان النادي الاهلي هو القيمة اه الكبيرة يعني انه هو مثلا في مرة يستعين بشاكر عبد الفتاح مع المرحوم الكابتن شازلي عشان نلعب معاهم مباراة من اكبر المباريات هي ليجيا وارسو من عليجيا وارسو كان بطل اوروبا والفرقة بتاعة ليجيا وارسو دي اللي هي كانت تعتبر منتخب بولندا لان كان زارماخ ولاتو ولاتو وداينا اللي هو كان مات في حدسة ده كان من احسن لعيفة خط النص ولاتو ويعني كانت دي قوام المنتخب البولندي اللي هو خد تالت العالم سنة 74 كانت دي الفرقة لما جينا لعبنا هنا طبعا جون بلعب النادي الاهل هنا وان النادي الاهل يستعين بيا طبعا ده شرف مفتخر به كان شعرك كان شعرك وانت لبس في النار الحمرة كنت مستغربة لا والله كنت سعيد طبعا ومن ضمن المواقف احنا سعيدها كنا عندنا ماتش في السودان منتخب مع المنتخب ايوا ورجعنا من المنتخب الصبح لقيت عربية جاء مستنياني من شركة النص الصدير والاستراد كنت انا في الشركة اه وكان معايا الجمل وعلي خليل وآه يعني مجموعة كبيرة كانت شركة النص الصدير والاستراد هي الايه ابضاي الشركات في البطولات فكان بدولت الشركات في اسكندريا فكان حيلعبوا النهائي فجابوا بعطول العربية عشان تيجي ايه اروح علعب معهم النهائي فيضوب انا وصلت والتاني يوم بنلعب كلموني في التليفون من مصر ارجع عشان النادي الاهلي عايزينك فاحنا هنلعب النهائي فلعبنا لما قلوك نادي الاهلي عايزينك انت فكرت ايه هتلعب تروح النادي الاهلي خلاص ولا ولا عشان مباراة لأ نادي الاهلي عشان هتلعب معهم المباراة المباراة فالمهم العبنا بنلعب النهائي على بطولة شركات اتعادلنا اكسراطايم اتعادلنا الدين يا ليلة قالوا ايه هنعيد بكرة قلتلهم ايه لا 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 بكرة مين انا مش همشن دلوقتي طب ايام نستنى قلتهم لا نعمل قرعة اللي ياخد البطولة ما ياخدها بالقرعة اه انا لازم ارجع انا رايح النادي الاهلي بكرة اكون في التمرين بنتم صمم بقى اه رايحوا عاملين قرعة اه خسرنا احنا القرعة مرضو ما فيش فايدة روح تراكب وماشي على خلاص بقى ما احنا خسرنا خلاص فاجتلك بقى بفرصة اه فروح تاني يوم طبعا على معاد التمرين زي ما هم كانوا معتين لي انا وكابتن شازلي فاكر اه استقبولكم ازاي في النادي الاهلي الحقيقة يعني ما انا بقولك يعني استقبال النادي الاهلي وتقدير النادي الاهلي اه واعتقد يعني احنا بعد الماتشة حتى يعني كان كابتن عبدالصالح كان موجود في النادي ضبوط لان هو كان المدرب كان هيدكوتي فكابتن عبدالصالح يعني سألني كده بما معناه يعني اه لو انت النادي الاهلي حب يضمك ليت فقلت له والله طب انا شرف ليه وكل حاجة بس انا في التارسانة والنادي الاهلي غاني برضو بايه بأولاده بأولاده لكن علاقتنا طبعا هي بتبقى اهمة من كل شيء تفتكر مين الجيل اللي كان انت بعض اللعبين اللي انت هروح تلعبت معهم في الماتش بتاعليه جوارك؟ اه طبعا كان الكابتن اكرامي كان حرس مرمى كان الكابتن سمير حسن كان الكابتن حسن حمدي كان احمد عبدالباقي فتح مبروك فتح مبروك محسن صالح محسن صالح طهر الشيخ طهر الشيخ اه دي المجموعة اللي لعبت معنا خطيب وزيزو اهي السور الكابتن مصطفى يونس مصطفى يونس بطور متحت الله يرحمه بطاهم بطور سمير كابتن بريم عبدالصمد اه بتشرف اه جنبي وبين ابو حليجة اه صفا طبعا يعني تشوف المدرك كان عامل اه انا يا خداس كان بتروح تستمتع طبعا يعني طبعا يعني ان انا العب مع النادي الاهلي اه او اه زمالك او اي نادي كبير اه يضع ثقة فيك فطبعا ده بيبقى وسام على صدري في تاريخي طبعا انا بفتخر دايما ان انا كنت واحد من افراد النادي الاهلي اه انجازت ليه التسمية يعني كان حاجة حاجة تشرفنا طبعا يعني انا فخور بالمباراة دايات ودي مش اول مرة طبعا مش انا الاول النادي الاهلي ونادي الترسانة علاقتهم ببعض طول عمرها طبعا علاقة وطيضة وعلاقة الاندية كلها ببعض يعني احنا مثلا احنا اقولك حاجة واحنا في الترسانة قبل المباني وقبل المحور والكلام ده كله كنا بنشعر بالكابتن حلم اللي يرحمه اما يجي خش نازمه طبعا طبعا اللي بنحس ان الكابتن حلمي يا رجل جميل فطبعا ان النادي الاهلي يقدرني كلاعب ويستعين بيا للتعاون معها في مباراة فده يعني فخر وشرف اللي هي ان لما ببص في تاريخي مع الكوكبة الكبيرة دي بنجوم النادي الاهلي وهو غني بنجومه مع الجماهير دي كلها فطبعا ده شيء يحسب للنادي الاهلي وبالتالي لازم يكون ببدله نفس الشعور والتقدير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة